وللقاء ضوء على هذا الاستحقاق ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الإعلامي والخبير في شؤون الأمريكية محمد السعيد الوفي سيد محمد صباح الخير صباح الخير حسام إذن يعني بداية ما هي قراءتكم للنتائج الأولية لهذه الانتخابات لحد الآن حسام بكل تأكيد نحن لازمنا في الثلث ربما الأخير دون احتساب الولايات التي ربما تؤجل البث النهائي في نتائج هذه الانتخابات نقول أن الأرقام إلى حدود اللحظة تغيرت أصبح لدينا ونحن الآن على الساعة السادسة بتوقيت المغرب منتصف الليلة بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن الأرقام هي 183 عضوا في مجلس النواب للجمهوريين 146 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ هناك 46 لكل حزب ويفترض لتكون الأغلبية داخل مجلس النواب يحتاجون إلى 218 وفي مجلس الشيوخ يحتاجون إلى 51 مقعد الولايات التي يمكن أن تستمروا ربما تأخذ أيام للوصول إلى نتائج لدينا ولاية جورجيا حيث هناك احتدام في المعركة بين المرشح الديمقراطي والجمهوري وربما تتم إعادة على الأغلب سوف تتم إعادة هذه الانتخابات في السادس من دجمبر المقبل بنسلفانيا كذلك تعرف احتداما في المنافسة والأرقام متقاربة جدا ببضع ألاف نيفادا كذلك ننتظر النتيجة وولاية ويسكنسون هذا يعطينا الانطباع بأن المعركة على مجلس النواب ربما تصبح محسومة خلال دقائق من الآن ربما يستطيع الجمهوريون الحصول على 218 وهذا توقع ليس إلا اللهم إذا حصلت بعض المفاجآت لكن داخل مجلس النواب المعركة فعلا محتدمة أنا أقول ونحن الآن في تقريبا في نهاية هذه الصهرة في الثالث الأخير 46 مقعدا لكل حزب داخل مجلس الشيوخ هذا يؤكد أنه ليست بذلك المد أو تسونامي الأحمر الذي كنا نتوقعه في ظل تدهور الاقتصاد في ظل ارتفاع مؤشر التدخم في ظل كذلك وجود نوع من التدني في شعبية الرئيس جوزيف بايدن والتي لا تتجاوز الـ 42% ممن يمرضون على أدائه كل ذلك كان يدفع النشاطاء وكذلك يدفع المختصون في مجال استطلاعات إلى التوقع بليلة دعني أقول حمراء سوف تكتسح الخريطة الأمريكية هذا الأمر جاء نسبيا وفق التوقعات فيما يتعلق بمجلس النواب وأنا أكاد أؤكد أن مجلس النواب سيكون مع صباح الغد سيكون جمهوريا بنسبة ضئيلة وليست كبيرة بينما مجلس الشيوخ تظل كل احتمالات مفتوحة خصوصا إذا تمكن الديمقراطيون من الفوز في نيفادا وويسكنسون يترك الملعب أو يترك الكرة الآن في ولايتين هما جورجيا وبنسلفانيا وهتين الولاياتين ربما تحتاجان إلى أيام لكي يتم البث وخصوصا جورجيا تحتاج إلى أسابيع إلى غاية السادس من دجمبر المقبل والخلاصة انتخابات متقاربة جدا انتخابات عكس الطيار وعكس استطلاعات الرحيل سيد محمد سنفتح قوسا بالنسبة لسير العملية الانتخابية كثرة الحديث في الشارع الأمريكي عن نزاهة هذه الانتخابات كيف كانت الأجواء المرافقة لهذا الاستحقاق فيما يتعلق بهذا الجانب إذا كنت تقصد العنف أو نوع من الاشتباكات بصراحة جل الولايات اليوم صارت فيها الانتخابات بشكل عادي اللهم بعض المناوشات هنا وهناك وهي طفيفة صغيرة وطبيعية في أي انتخابات لم نسمع عن احتكاكات أو عن مواجهات أو عن اختراقات لمراكز الاقتراع كان هناك تجديد من قبل السلطات على ان تسير هذه العملية بشكل طبيعي عينتها بنفسي صبيحة البارحة وكانت كل الأمور طبيعية إذن يمكن القول على أن الشعب الأمريكي ترك وراءه ما حدث في السابس من دجمبر الشهير وما حدث كذلك من أعمال شغب شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن نعم محمد سعيد الوافي الخبير في شؤون الأمريكية ستبقى معنا وسننتقل للسيد محمد أو المحلل السياسي ومؤسس مجلة موروكو ووردز نيوز سمير بن نيس كذلك من واشنطن أستاذ سمير مرحبا بك مرحبا مساء الخير إذن حسب النتائج الأولية المتوصل بها لحد الآن هناك ربما احتدام في المنافسة في مجلس الشيوخ إلا أن بدأت ملامح هذه الانتخابات تظهر جليا بالنسبة لمجلس النواب كيف تقرؤون أولا هذه النتائج الأولية للاستحقاق الأمريكي أظن شخصيا لأن هذه الانتخابات النتائج التي نشهدها الآن هي تعتبر بمثابة امتحان لأولى الديمقراطية الأمريكية وثانيا لشعبية الرئيس السابق دونالد ترون فنحن نعلم على أن في السابق في عمد التاريخ داب الشعب الأمريكي دائما على معاقبة الحزب الحاكم خلال الانتخابات النصفية بسبب اعتماد سياسات غير شعبية تلاقي معارضة شريحة واسعة من الشعب الأمريكي أو بسبب فشل في اعتماد سياسات من شأنها أن تحسن من قدرة الشرائية للمواطن الأمريكي ومن تحسن الظروف يعيشه وهذا من طبيق على الرئيس بايدن منذ وصوله للحكم فلما نرجع إلى التاريخ فمنذ الحرب الأهلية فهناك رئيسان فقط هما اللذان ينجحها في الحفاظ على الأغلبية الأغلبية في داخل المجلس في داخل الكونغريس التي حصل عليها خلال حينما فازا بانتخابات الرئاسية وهما روز بنت عام أبت سامير بعتلاتين وكذلك جورج ووت في الانتخابات النصفية لعام ألفين واثنين وفي كلا الحالتين فكان الرئيسان يتمتعان بشعبية وهما ساعدهما على الحفاظ على الأغلبية داخل المجلس في داخل المجلس النواب فإذا رجعنا التاريخ فكان من طبيعي أنه بحكم تدني مستوى شعبية رئيس بايدن وارتفالية بالتضخم وارتفاع الأسعار أنه من طبيعي أن تكون نتائج الانتخابات يعني للصالح الحزب الجمهوري السامير عذرا المقاطعة سنوصل الحديث معك طبعا حول سير هذه العملية الانتخابية والنتائج الأولية للانتخابات لكن قبل ذلك سأعود لسيد محمد سعيد الوافي الخبير في شؤون الأمريكية سيم محمد إذن هذه الانتخابات قد تغير ملامح المشهد السياسي الأمريكي ما هي برأيك السيناريوهات المحتملة المستقبلية إثر هذه الانتخابات اليوم حسام إذا تمكنت الجمهوريون من الفوز بمجلس النواب سوف يعرقلون سنتين مقبلتين للرئيس جوزيف بايدن وسوف يعرقلون سياسته سياست الانفاق سيعرقلون قدرته على تمرير أجندته للسنتين المقبلتين والأهم من كل ذلك إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بأكبر قدر من الولايات كحكام الولايات فإنهم سوف يؤثرون كذلك في طريقة تدبير الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2024 والمصادقة على النتائج ونحن نعلم أن المصادقة على النتائج تبقى بيد حاكم الولاية وبيد سكرتير الشؤون الخارجية داخل كل ولاية على حدى هذا من جهة داخلية الإنفاق بكل تأكيد وإن استطاع الديمقراطيون الحفاظ على الأغلبية داخل مجلس الشيوخ إذا فقدوا مجلس النواب تكون الفرصة الدهبية قد ضاعت من يد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن يمرر في السنتين الأولتين كل برنامجه السياسي الإنفاقي الاقتصادي والذي لا يبدو أنه وشأ أو قدم أو رشحت عنه أية نجاحات بحكم أسباب موضوعية وأسباب أخرى طارئة أهمها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا هي إحدى العلامات التي ربما سوف تتضرر تضررا كبيرا إذا سيطرت الجمهوريون على مجلس النواب أو الشيوخ على حد سواء إذ أنهم سوف يعرقلون إمكانيات الدعم المادي للقوات الأوكرانية وبالتالي تداعيات النتائج هذه الليلة لن تكون فقط على الاقتصاد لن تكون فقط على الداخل الأمريكي بل ستتعداه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتتعداه بكل تأكيد إلى العلاقات الخارجية الأمريكية مع أوروبا العلاقات الخارجية مع دول شرق أوروبا وخصوصا أوكرانيا وربما ممن يتوقعون أنه إذا ما خسر بايدن الأغلبية في أحد المجلسين فسيكون عليه يبقى أمامه حل وحيد ومحاولة التهدئة مع بوتين والتهدئة مع روسيا وإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية كل الاحتمالات والسيناريوهات واردة لحد الآن أستاذ محمد في ظل أنه لم نتعرف بعد على النتائج النهائية خاصة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ شكرا جزيلا الخبير فيها شؤون الأمريكية محمد سعيد الوافي كنت معنا من واشنطن كل شكر لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات